اشتركوا في القناة الخريطة يعني لأنه لما كان جمعوا اشنو جابوا المعارضة وغيرهم اشنو جامعة الاغلبيات قريبا يمكننا مشيوه حتى الستستا ففي نهاية المطاف مشينا للسبعة خمسة خلينا نقول بأن العدل والتنمية اليوم كي يسير جوج ديال الجهات يعني ومنها الجهات الريباط والجهات ديال تفيلالت ولكن ايضا كي يساهم في تسير ديال ربعاء ديال الجهات يساهم في تسير ديال ربعاء ديالجهات حزب العدل والتنمية التزام مع حلفائه التزمنا في قلميم مع الاحرار التزمنا في سوس مع الاحرار التزمنا في فاس بولمان مع الحركة الشعبية التزمنا في بني ملا الخنفراء مع الحركة الشعبية لفي نهاية المطاف الحركة الشعبية ما نلت شيء بسبب عدد الالتزام بعض الحلفاء التزمنا في مواقع المتعددة وكنوا الحمد لله بقنا وفينا على مستوى الالتزام طيب بعض الحلفاء لم يلتزموا معنا على مستوى الشمال وعلى مستوى الضرب هذه مسؤوليتهم أما إحنا بقنا أوفية هذا شيء سنعالجه في وقته لما تهدأ النتائج لأنه المعالجة السياسية مشي بحالها بحال المعالجة الطبية مشي لا بد من شوية ذي الهدوء ويتنقش الموضوع ونخض الحيتيات ونخض المعطيات معجبناش ما حصل لأنه من المفروض الوفاء في التحالفات هذا هو من المفروض لكن لكل طرف قد يكون له تفسيره إحنا اللي يمكننا نقوله بشي يكون وضوح تام بالنسبة لمغاربة وهو أنه بعض لا أقول كل بعض الناخبين الكبار ما كانوش في مستوى الاختيارات ديال الشعب المغربي الشعب المغربي أوعى من بعضي وأنا أؤكد على البعض أوعى من بعض الناخبين الكبار الشعب المغربي الحمد لله اختار واحد الاختيار نشاف هذا المصار الديمقراطي اختار الاختيارات اللي كتبلو الدليل هي النتائج على مستوى المدن والنتيج على المستوى بمعنى أنه اختار واحد الاختيار شعبي لكي يعزز فيه هذا الإصلاحات لكي تقوم على مستوى البلاد دينا ولكي تقوم به الحكومة والدليل أن المدن كلها لكن لما جينا لبعض الناخبين الكبار ما كانوش في مستوى بعض الناخبين الكبار ما كانوش في مستوى الاختيارات الشعبية مع العلم أن حتى الذين وهذا شيء نتذكر عليها الذين فازوا لفضهم الناخبون الشعب المغربي رجعوا من النافدة وهذا موضوع يحتاج إلى تحليل ويمكن أن أقول لم يعد هناك ما كان للتحكم في الحياة السياسية قد يكون هناك تحكم في بعض الناخبين الكبار لما كانوش في المستوى أما والحمد لله البلاد دينا أعتقد بأنها قطعت مع منطق التحكم في الحياة السياسية في المسلسل السياسي والمسلسل الانتخابي ونتمنى إن شاء الله هاتشي غضي كلها رجعتها فيه لكن بعض الناخبين الكبار يقبلون أن يتحكم فيهم وأن يكونوا ضد الطيار والاختيارات الشعبية